رقمي تي في تطوير هاتف بتقنية 3D AR القادرة على تفسير محيط العالم المادي والأشياء الموجودة فيه وسيحمل شاشة 6.5 إنش وهو قادم في صيف 2016 شركة شارب تعود للأسواق بشاشات تلفاز متنوعة الأحجام بدقة 4K وهنا الكاميرا الرياضية Activion Solar X تدعم تصوير 4K وتتميز بأنها تعتمد في شحنها على أشعة الشمس عشاق الكاميرات كان لهم ما أرادوا أيضا في هذا اليوم فهذه كاميرا فلاي 360 قادرة على التصوير بدقة 4K مصممة بشكل خاص لدعم الخوذة الذكية Smart Helmets شركة OniQ تعلن عن سماعة أذن لاسلكية مزودة بزر يسمح باستقبال المكالمات مع بطارية تدوم 12 ساعة وهي مفيدة للسائقين وربات البيوت في المطبخ مثلا أسوس واصلت استعراض عضلاتها بهذا الكمبيوتر العملاق ROG GT51 المخصص للألعاب بمعالج i7 وكرتي شاشة من انفيديا كما عرضت كرت شاشة خارجي أسوس GX2 يتم استخدامه من خلال وصلات تعمل مع اللابتوب شركة Alienware تعلن كمبيوتر X1 لدعم نظارات الواقعة الافتراضي بمعالج i5 وكرت GTX 970 قادم في مارس بسعر 1800 دولار وتعلن أيضا عن اللابتوب بشاشة 13 إنش بتقنية OLED شركة هايسنس تعلن عن شاشة ليزر كاست بحجم 100 إنش تعمل بتقنية الليزر الفكرة عبارة عن شاشة مع بروجيكتور يقوم ببث المحتوى عليها بدقة عرض 4K من مسافة قريبة يوتيوب يعلن عن دعم تقنية HDR في الفيديوهات لتحصين الألوان والدقة هذا ذراع روبوت كاتيا مخصص لمساعدتك في شتى الأمور بما فيها الحمولات الثقيلة ووصلت شركات مثل LG وشارب وسامسونج باستعرض شاشاتها بدقة 8K لكن يتساءل المستخدم أين هو المحتوى بهذه الدقة كي نستطيع استغلال دقة هذه الشاشات ويجيب الخبراء إنها أمور تسويقية مبالغ بها في الوقت الحالي عموما نعود للمعرض شركة كراش تكشف عن منصة موفيو التي تحاكي الطيران بتوفير تجربة حركية فريدة مع إمكانية الدوران بزاوية 360 درجة ولمن يبحث عن نوم هادئ بعيدا عن الضوضاء هذه سدادات أذن ذكية باسم هاش مصممة على مساعدتك في الاستغراق بالنوم لكن هذا النوم الهادئ سيكلفك 150 دولارا ثمن الجهاز كاميرا مراقبة كاميرا أمنية نسمع عن ذلك لا مشكلة لكن شركة نيتاتمو تعرض هنا كاميرا منزلية للتعرف على الزوار وما يجري في المنزل كان هذا اليوم الثالث وقبل الأخير في تغطيتنا للمعرض التقني الأكبر على مستوى العالم انتظرونا في تقارير ولا تنسوا مشاهدة حلقة نشرتك عن المعرض أيضا اشترك بالقناة وترك تعليقا أسفل الفيديو وكونوا على قرب من رقمي تيفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة